وخلص مؤتمر أبل وبالتالي نقدر نعرف آخر إنشاء اللي أهلاً نوعناها و دعونا نختصر لكم بالضبط والذي صار هنا في أبل من مقرهم من أمريكا والآيفون 15 وبسم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أفكار فيصل السيف وبالتالي نقدر نعرف أنه من المؤتمر الذي حضرته هنا في أمريكا عرفنا جديد أجهزة شركة أبل أولاً على طول أختصر لكم و أعطيكم المختصر المفيد الآيفون 15 برو والبرو ماكس معالج جديد نتكلم على مواد تصنيعية جديدة من التايتانيوم بالتالي أخفي وما مسكت الجهاز بالفعل كان فيه فرق من ناحية الوزن أيضاً نتكلم على الكاميرات التي تم تطويرها و نعمل منفذ تغير منفذ الجوان صار الـ USB Type-C مما يعني طاقة بشكل أكبر يعني أيضاً نقل بياناته بشكل أفضل وأسرع وأمور جداً كثيرة مهم دعونا أيضاً أقول لكم أنه الجهاز الثاني اللي هو الآيفون 15 والـ 15 بلس صار بمنفذ USB Type-C تغير مسألة الشكل الأمامي صار عندهم الجزيرة التفاعلية و هناك أمور وتفاصيل أخرى و طلعوا ساعتهم بإصدارهم الثاني الألترا 2 و بمعالج سلسلة تاسعة هذا مختصر غير لحظة أربع ألوان في البرو والبرو ماكس و لدينا خمس ألوان و نتكلم على الآيفون 15 و 15 بلس حسناً نأخذ التفاصيل عندما نتكلم على الآيفون 15 ففعلياً نتكلم على مجموعة أشياء تطورت في نفس هذا الجهاز نتكلم أولاً أن المعالج صار هو الـ A16 Bionic نتكلم أيضاً على منفذ USB Type-C نتكلم على نفس المنفذ USB Type-C صار من خلالها تستخدموا له الشاحن السماعات التي ما زالت بمنفذ Lightning على سبيل المثال وجود الـ Dynamic Island صار الحين على أجهزة الآيفون 15 و 15 بلس أول ما كانت موجودة على الآيفون 14 برو و برو ماكس نتكلم على الشاشة التي صارت السطوع حقها يصل إلى حوالي 2000 نتس أيضاً عندما نتكلم على الكاميرات فتطورت مع دقة 48 ميكا بيكسل في الآيفون 15 و 15 بلس مع دعم للتحكم في عمق الصور حتى بعد التقاط الصور والآيفون 15 و 15 بلس سيأتي بخمس ألوان رسمية عندما نتكلم على الألوان التي ترونها أمامكم وأيضاً نتكلم على السعر من 800 دولار للآيفون 15 إلى 900 دولار للآيفون 15 بلس ستجدوا الأسعار الرسمية التي توصلنا من شركة أبل نحط لكم معها في وصف الحلقة نأتي الآن للآيفون 15 برو ماكس والذي جاء بزر الأكشن الجديد هذا الزر بإمكانكم تخصيصه من خلال تسع تطبيقات أو تسع عوامر توصل له بشكل جداً سريع زي الفلاش زي الكاميرا زي الميوت وغيرها من الأمور معالج جديد هو الأي 17 برو برو مش بايونيك الذي ينتقل مستوى أداء جداً أعلى موجود مبني على منصة الثلاثة نانو متر وحكم باليو اس بي وقدرات جداً جيدة مما يعني أنه الأداء حقه المفروب كمعالج يكون شيء جداً قوي أيضاً الشيء اللافت في هيكل البرو والبرو ماكس هو إطار التايتانيوم من الدرجة الخامسة نفس نوع التايتانيوم الذي يستخدم فيه ناسا في بعض المركبات التي تمشي على سطح الكواكب الأخرى المعلومية التايتانيوم خفيف وقوي وفرق معي لو مسكت الجهاز بشكل واضح وبالنسبة للشاشة تم تقليل الحواف السوداء في الشاشة حقه البرو والبرو ماكس والكاميرات تطورت بشكل جداً رائق بحيث أن الكاميرات صار فيها قدرات أفضل صار أيضاً عندكم قدرة تصوير الفيديو وهذا الفيديو الذي يستخدم كاميرتين عندما تضع الجوال بالعرض من الجهة الخلفية مما يعني قدرة أفضل من ناحية التصوير وهذا الفيديو يستخدم مع الفيجن برو بحيث يعطيكم عمق ويعطيكم تباعد كأنه ثري دي بس شيء ثاني تصوير البورتري وقدراته الأخرى تم تطويرها وتحسينها على الجهاز مما يعني أنه أداء الكاميرات وصار فيها وصول أسرع كثير قالوا كلمة مصطلح كأنه معك سبع عدسات في كاميرات الجوال البرو والبرو ماكس البرو ماكس يخلف في أحد الكاميرات بأن تستطيع تسوي فيها زوم إلى خمس مرات نتكلم عن منظومة آيو اس 17 كنظام تشغيلي في النسخة الأخيرة نتكلم عن البرو وأربع ألوان أساسية لون الأبيض الأسود من التايتانيوم لون التايتانيوم الطبيعي مثل سبيس غري وأيضاً اللون الأزرق أبل أيضاً تكلمت عن مجموعة أشياء أخرى مثل الأبل واتش بسلسلاتها التاسعة بمعالج الاس 9 ونتكلم عن المعالج هذا الذي جاب خصائص رائقة مثل نيم دروب ومسألة الجستور النقر مرتين فعلوا مثل هذا هذا أكشن تم الرد بيد واحدة بدون الحاجة لأنكم تسيروا يدين وتسووا إيماءات أيضاً الإيماءات هذه جابت معاها بعد أكثر من ناحية الاستخدام لأشرح لكم لها بالتفصيل هنا لما نتكلم عن قدرة السطوع فهي إلى 2000 نتس في الإصدار التاسع والألترا 3000 نتس شيء مرة قوي وطبعاً لما نتكلم عن السلسلة التاسعة هي اللي شكلها المعتاد والطبيعي والألترا 2 هذا الشكل اللي يتبع الألترا 1 والسعر حوالي 400 دولار وما فوق ونتكلم عن السعر 399 دولار تقريباً قدرات أعلى من ناحية الاتصال وقدرات أفضل من ناحية الخصائص ونجيكم تفصيل أكثر لها هذا المفتصر المفيد كل شيء عن أبل هل يستاهل الترقية أم لا يستاهل؟ هنا دعني أذكركم أن الجهاز فرق في بعض الأشياء الصغيرة بالمقارنات التي أعطيكم معها ما بين الـ 14 برو والـ 15 برو ماكس ستعرفوا إذا الترقية تستاهل أو لا إذا عندكم أجيال ماضية قبل الـ 12 قد يكون الترقية نوعاً ما جاء وقتها لكن عندما نتحدث عن الأجيال الجديدة عندكم 12، 13، 14 لا يجب أن تقيموا احتياجاتكم سأقوم بتابعوني بكل مكان أول بأول بإذن واحد وأيضاً عندما نتحدث عن الأشياء الأخرى حق البرامج التشغيلية فنسخة الـ iOS 17 كأصدار المفترض أنهم متوقعين تستطيعوا تحملوها على جهزتكم قريب العاجل لتوقع على نهاية شهر سبتمبر بإذن واحد نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله والحمدك أشهد الله إله إلا أنت ستحرك وكتوب إليك تابعوني ونشوفكم في كل مكان وعلى كل خير ومحتوى الضخم جايكم عن هذه الجهزة بكل تفاصيلها لكي تعرفوا وش الشيء الأنسب لكم في أمان الكريم